ولذلك هذا الدعاء بودي أن تكتبوه أن تكتبوه وأن تقولوه أنا ما يحتاج وصيكم في العشاء بتعشون من غير ما وصيكم لا توصي حريس انتم جيدين ما شاء الله في الطعام والشراب ما يحتاج عسى اللي السفر تسلم من لكن المسألة الوصية في طعام الروح أما العشاء ما يحتاج نوصيكم تحتاج أن توصي وصيكم الافطار يحتاج نوصيكم فيه الغداء يحتاج ما يحتاج الله المستعان لا توصي حريس لكن يحتاج أن نتواصى بها بالدعاء من الذي سأله الصديق من الذي أجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به قال قل إذا أصبحت اسمعوا الغداء اسمعوا الافطار اسمعوا الغداء والعشاء الحقيقي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالإيش بالغداء هذا الغداء يا إخواني الحقيقي والعشاء هذا العشاء الحقيقي اصبر نفسك اربطها لا تربطك سر بها اركب عليها إلى الجنة لا تركب عليك إلى النار قدها إلى المسجد ذلكم الرباط اربطها هذه النفس ربطت سلكا هذه النفس ربطت سكفا هذه النفس ربطت سجادة وربطت عمودا اربطوها قلوا تعال انت يا نفس ربطي وربطي وربطي حتى الصامولة تربطها سنة السنة فلذلك لا بد من ضبطها على طريق الجنة أيها المؤمنون قال يأمرون بالمعروف وينهون سبحان الله كلها أنفس كلها أنفس لكن تلك أنفس خابت وتلك أنفس زكيت قد أفلها من من ذكها وقد خاب من من دسها قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك اللهم فاطر السماوات أسأل الله لمن حفظ هذا الدعاء النبوي وعمل به من هذه الليلة أن يقيه الله شر نفسه وشرور نفسه وشر الشيطان وشر الشركة وأن يقيه شر الدنيا والآخرة قلوا آمين ومن قال آمين ولو عبر الشريط ولو عبر التسجيل أسأل الله لمن سجل ووزع الشريط ووزع الخير وبلغ الخير أن ينظر الله وجهه وأن يجري ثوابه كما أجرى أنفاسه فإن الدال على الخير كفاعله وفاعله من أهل الجنة بإذن الله ومشيئته قل إذا أصبحت يا إخواني هذا أهم من الغداء والعشاء والإفطار قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وتروا أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يأتي عند النوم يخدر العبد من أجل ينام ولا يقول هذا الذكر فانتبهوا لا يخدركم بمخدره ولا يوسوس لكم بوساوسه واجلس فيه في راشق وقل هذا الذكر ولا تنم إلا عليه قل إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك اللهم فاطر السماوات والأرض الله أكبر الله أكبر اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك الله أكبر أعوذ بك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وأن أكترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأن أكترف أو أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وشركه وأن أكترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم هذا الدعاء النبوي من قاله أجاره الله من شر نفس كفاه الله من نفسه وأجاره الله من كيد الشيطان ولم يصب ولم يقع في الشرك ولا في شرك المعاصي ومات بخير وعاش بخير ومات بخير فانتبهوا لهذا الذكر اللهم فاطر السماوات والأرض وشوفوا عظمة الذكر عظمة الدعاء فاطر السماوات يا إخواني الأنفس هذه إذا زكت أصبحت فوق السماوات تصبح أكبر من السماء